في فيديو النهاردة هنشوف اول رد فعل وتعليق من والدة الفنانة امال ماهر على خطف بنتها وحبسها في فيلا واحد من رجال الاعمال وكلامها بترجيكم كفاية هنعرف حقيقة الكلام ده وبالدليل بس قبل اي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك وفعل زرار الجرس على كل الاشهارات ضروري جدا جدا علشان كل الجديد يجي لك لحد عندك ضجت مواقع تواصل الاجتماع خلال اللي ومن اللي فاته باخبار تفيد بان الفنانة امال ماهر اتعرضت للخطف والاختفاء وبدأ الجمهور يسأل فين امال ماهر خصوصا انها في اخر ظهور ليها قالت انها بتتعرض لحصار والضطهاد ووسط الجدل اللي مالها السوشيال ميديا بخصوص اختفاء الفنانة امال ماهر خرجت الفنانة نادية مصطفى ونشرت بوست على حسابها الرسم في موقع فيسبوك حاولت من خلاله انها تطمن الجمهور على الفنانة امال ماهر وقالت انها توصلت مع والدة امال ماهر عشان تطمن عليها وقالت نادية مصطفى بنص اصدقائي وحبيبي بناء على مكالمة مني لاخو والدة امال ماهر حالا احب اطمنكم امال بخير وزي الفل وانا والدتها بنترجيكم كفاية نشر اخبار لا اساس لها من الصحة وهي هتعمل لايف فيديو في الوقت الذي تراه مناسبا من البوست ده عرفنا ان الفنانة امال ماهر بخير وان والدتها بتطلب من الجميع عدم نشر اي اخبار عن بنتها ملهاش اي اساس من الصحة وان امال هتعمل لايف تطمن في جمهورها في الوقت اللي هي شايفة مناسب والحياة البوست اللي نشرته نادية مصطفى كتير من الجمهور ما صدقهوش وشككه في كلامها وده اللي خلها تنشر بوست تاني قالت فيه الى المتشددين والمشاككين والذين لم يتقبلوا حقيقة مع حدث بينيو بن والدة وشقيق الفنانة امال ماهر اولا لقد حكيت مع حدث بينيو بن السيدة الفاضلة وشقيقها لا زيادة ولا نقصان وكملت كلامها وقالت ثانيا كان يتوجب علي بصفة فنانة وعدو مجلس ادارة نقابة المهن المسيقية ان اطمن جمهورها ومحبيها ولا سيما ان معظم طلب مني ذلك بمنشن على الاخبار المتدولة عنها ثالثا انا لست جهة تحري منوت بها جامع الادلة والبراهين للبحث عما يؤيد وجهة نظر المشاككين والمغالين رابعا لا يحق لي ان اجبر الفنانة امال ماهر على الظهور في فيديو لطمئنة البعض وان كنت ارغب في ذلك خامسا انا راضي تمام الرضا عما قمت به من واجبي اتجاه انسانة وزميلة وعضو من اعضاء نقابة المهن المسيقية وكما طلب مني للاطمئنان عليها وقد فعلت واخبرتكم بالحقيقة المجردة فلا داءة ان تحملوني المسئولية ولا داءة الاتهام او التجريح وختمت نادية مصطفى كلامها بجملة رحمنا الله واياكم من التشدد المغالاة في اثبات الرأي حتى ولو كان على حساب تجريح الاخرين بغير سند وبعد كلام والدة امال ماهر على الثاني زميلتها نادية مصطفى كلنا دلوقتي في انتظار فيديو اللايف اللي المفروضة تطلع في الفنانة امال ماهر عشان تطمن جمهورها عليها وكلنا اكيد بنتمنى انها تكون بحالة نفسية وصحية كويسة والحد هنا يكون الفيديو خلص لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد سلام اشترك في القناة